اعوذ بالله من الشيطان الرجيم العبادات من فرائد وسنن كنا بنعملها بحب جدا ومبسطين ومستمتعين بها جدا في ظل ضغطات الحياة كل ده بقى يقلم اننا مرة على مرة بقى كل حاجة تقل لك بنقول ايه مهي سنة مشان نتحسب عليها طيب هو انا عايزة اقول حاجة انا لما كن بحب حد او عايزة اوصله ان انا بحبك هعمل ايه عشان خاطر اوصله ده اكيد هشوف ايه اكتر حاجة بيحبها فهعملها له اكتر حاجة بتسعده يعني هبقى عايزة اقرب من قلبه اكتر فما بالكم برب العالمين انا عايزة اثبت له واقوله ان انا بحبك فالفرائد لوحدها او يعني ما بتوصلنيش لكمال الوصال مع الله عز وجل فلازم السنة اللي احنا بنقول عليها ما هي سنة مشان نتحسب عليها هي او مش هتحسب عليها بس هي سنة في الاخر هتوصلني لكمال الوصال وهتوصلني لان ربنا يحبني وابكون من المتقين فعندنا من السنة دي كتير نسناها فعايزين نرجع نبث نروح فيها عايزين نرجع نحي هذه السنة من جديد عايزين نقول ربنا احنا بنحبك بس نغير نظرتنا بقى للعبادة من قبل كده كنا حاجات روتينية وبنعمل روتين يومي بنعمله فاحنا عايزين نعملها بطريقة مختلفة ايه رأيكم تيجي ندخل المحراب النبوي ونشوف كده الرسول كان بيعمل ايه هي السنة اصلا في الاصل هي معناها ايه السنة بتعني حياة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي زي ما احنا معارفين هو كان كامل فاحنا عايزين نوصل لكمال النبي او نقرب من كمال النبي فهنروح ونشوف نعمل ايه او الصنة اللي احنا نسناها وهجرناها نرجع من جديد نبث نروح فيها تاني ومعي ومعيكم ضفتنا الكريمة لأستاذة فاطمة اهلا وسلام اهلا بك أستاذة غاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يعني الحلقة النهاردة هتكون في حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وربنا عز وجل بيقول في كتابه العزيز كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني لو انت بتحب الله فاتبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللهم مرحم خلفائي فالصحابة قالوله ومن خلفائك يا رسول الله قال الذين يرون حديثي وسنتي ويبلغونها للناس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالرحمة الذين يبلغون حديث الرسول ويرغون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم طب في بداية الحلقة هنقول يعني إيه سنة الأول السنة يعني بيقال عليها هي ما يثاب فاعلها ولا يوعاقب تاركها يعني كل الحاجات اللي احنا نقول عليها النهاردة لو انت عملتها هتأخذ سواب عظيم طب لو تركتها لن تأخذ زمن ولكن السنة هي تجعل الإنسان موصول بالله عز وجل وتسد الخلل في الفرض يعني لو احنا كان عاينا فروض ومسد نهاش فلما نأتي لله عز وجل فيأتي بهذه السنة يسد بها خلل الفرض وفي نفس الوقت السنن تجعلنا نعلو في أعلى الدرجات كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو حتى أمر يعني فو على أمامه ولم ينكره فهو سن نهاردة ان شاء الله نتكلم عن بعض السنن المهجورة والسنن دي بتمس حياتنا قوي هنبص في كل أحوال حياتنا ونكتشف ان السنن دي مش مجرد أمور عبادية احنا بنعملها كده في حياتنا وبس لا ده يعني أمور لو احنا تتبعناها يعني هترجع علينا بالسلام والسعادة والطمامنينة وهتخلي علاقتنا بعض حسنة فهنشوف كده بعض السنة النهاردة ان شاء الله منها قيام الليل كنت حضرينك لسه كنت بتكلم مع حضرينك قيام الليل من الحاجات اللي احنا فيه فيه فرائد فاتتني فممكن في قيام الليل بعوض ده صح الكلام ده طبعا أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة قيام الليل قيام الليل آه وكان قيام الليل في بداية الدعوة الإسلامية كان واجبا على المسلمين لكن لما ربنا عز وجل لقى المشقة على المسلمين في قيام الليل فجعلوا سنة للمسلمين وواجبا على الرسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل من من الأمور أو من السنن اللي أنا بصراحة بحبها جدا يعني وبحس فيها أولا بنوصل لمرحلة الإيمان وأعلى مراحل التقوى من قيام الليل هي فيها إخلاص يعني صلاة قيام الليل فيها إخلاص ليه بقى؟ لأن هي بتبقى سبت نومي وسبت كل حاجة وجيت بيحضرني حاجة كانت للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لما كان مع السيدة عائشة وبيقول لها تركني أقوم ساعة من الليل يا عائشة فقالت له إيه إني أحبك بجواري يا رسول الله ولكني أفضل ما أتحبه على ما أحبه أنا يعني إن هي أنت حابب ده فأنا بحبه بس يعني ففضلها كبير جدا يعني أنا طبعا قيام الليل أصلا يعني قيل علي أنه شفاء من الأمراض يعني إنسان عنده مرض ومؤرقه يعني يواظب على قيام الليل وفيه برضو بعض السنن بالنسبة للليل بقى على ذكر الليل الرؤية الرؤية دي بقى مشكلة كبيرة عند ناس كتير وفيها فهم خاطئ إحنا عندنا الستات يعني بياندهم الرؤى دي إحنا على طول بنحلم بحاجات كتير وعلى طول بن يوميا تلاقيه خصوصا الستات يعني تلاقيهم دي بيوم مركزين قوي في حتة الرؤى دي وممكن يعني يوم كامل يبقى بايز بسبب أن أنا شفت رؤية مش حلوة مش كويس عمي طب أعمل إيه في الدولة لما شوف دي أو يعني أفصل إزاي وأشوف فعلا دي مش طنول لأ أنا فعلا لقيت واحدة سألة مرة بتقولي يا جماعة أنا شفت رؤية مش حلوة وأنا طول اليوم قاعدة متضيق أو زعلانة ومش عارفة هل هي فعلا دي هتتحقق طب هل هي ممكن تحكيها هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الرؤى على الثلاثة يعني الرؤى دي ثلاثة أنواع لازم نبقى عارفين أول نوع هي الرؤية الصالحة هي الرؤية اللي بتتفسر لحنا مفروض نقعد ونقول أنت شفت كذا أو أنت شفت كذا فتفسيرها الشيء ده وتاني شيء في الرؤية اللي هي مما نحدث بها أنفسها يعني أنا مبقاش مصنع بفكر فيها على طول حاجة بفكر فيها حاجة حصلت لي في اليوم برضو بتحصل كتير جدا لما يكون ناس عندهم حالة وفاة في البيت وكان المتوفى ده كان مريض وبيعالجوه بتاع فيجب بعد وفاته يشوفه رؤى كتير للمتوفى يقولك أنا شفته تعبان وبيتقلم أنا شفته كان مثلا وشه كذا أو أنا شفته يعني في وضع كذا فده مما تحدث به أنفسنا لأن إحنا يعني الإنسان ببقى قريب عادي بالمتوفى فالناس يقولك طب إيه تفسيره أو مثلا الإنسان بالنهار كان في خناء مع حد أو مشدة مع حد فيشوف بالليل إن هو مثلا الإنسان ده أزاء أو عمل فيه شيء فيقولك لأ ده هيئزيني لأ إحنا نقول إن ده مما تحدث به نفسه وبعد كده الحلم من الشيطان وهي رؤية يعني يأتيها الشيطان للإنسان ليحزنه ليحزنه فلازم أني بعارفين إن مش كل رؤية الإنسان بيشوفها لها تفسير طيب أنا أعرف منين الرؤية اللي لها تفسير من الحلم من ما تحدث به نفسك طبعا ما تحدث به نفسك ده أنا بعارفين من أحداث اليومية حاجة أنت بتفكر فيها قبل ما تنام حاجة شغلاني ومقرقاني فشفتها فما قومش أقول ده تفسير الرؤية يعني ما حكوش أنا بلاقي ناس بيحلموا أو بيشوفوا بيقولوا علىها إن هي رؤية بس هي في الغالب ما بتبقاش رؤية بيبقى حلم من الشيطان هي رؤية بيبقى لها شروط عشان تظهر إنها رؤية يعني أنا بحسها مثلا إن هي دي رؤية وإن هي فعلا دي حاجة صادقة مش بقوم حسها ولا عرفها إزاي هو أول حاجة في الرؤية إن يكون واضحة الأحداث يعني الإنسان ما ينفعش إن هو يحلم بحاجات كتير مختلطة ومتشابكة ويطلع بيقول أصلا شفت كذا وشفت كذا وحاجات من هنا لهنا لا الرؤية المتشابكة للأحداث الغير واضحة للأحداث دي دي لا تعتبر رؤية تاني حاجة إن تكون الرؤية تكون واضحة للأحداث وفي نفس الوقت الإنسان لم يصح هيقدر يحكيها يفتكرها دي من شروط الرؤية الصادقة اللي أفتكرها دي من شروط بقى من علامات الرؤية الصادقة فالإنسان يقوم يبقى فاكر الأحداث كويس قوي لكن ممكن الإنسان يشوف رؤية ويبقى في الرؤية دي حاس أنها رؤية سعيدة أو رؤية محزنة لكن لما يصحها ما يفتكرش يحكيها فديما أنه ما يقولش عليها رؤية صادقة والرؤية دي الرؤية الصادقة مش شرط أنها تكون حاجة الرؤية الصادقة دي إما بشارة بخير أو تحذير من شر يعني الإنسان مثلا شف شيء يعني حاس أن الرؤية أن هي منكم شر قادم فهي تحذير من شر أو إرشاد ونصح طيب الإنسان لما يشوف رؤية هنقول شاف رؤية مثلا جميلة الرؤية الجميلة دي لازم لا ما يحكيهاش ألا اللي بيحبه ولينا في مين؟ في إخوة يوسف قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك لأن الرؤية الصالحة من الهبات الرؤية الصالحة من الهبات ومن النعم فممكن لو أنا حكيتها لحد بيكرهني أو بيحقد عليها فيحقد عليها من الرؤية الصالحة وده اللي حصل لإخوة يوسف طيب ما يحكيهاش ألا لحد بيحبه وحد فكه ليه؟ لأن الرؤية طائر على رأس صاحبها فإذا عبرت وقت يعني لو الإنسان شاف رؤية والرؤية دي ممكن يكون تفسيرها شر بس طول ما هو ما حكيهاش مش هيحصل له حاجة طيب إحنا عرفنا المعلمة دي صالح معلش عند أسفل ومتعدتك يا أستاذة فاطمة صفا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا صفا يمكن حضركم أليكم العودين وأسأل سؤال تفضلي يا رب يوعدكم بالدرجات العلاء من الجبنة ويحييكم بالسلام يوم أرجاء الرحمن ويدعيكم من الرحمنين المرسومين ويدعيكم من الهوى والنحر اللهم أمين ويدعيكم بطرقها الرحمن اللهم أمين وإياكم شكرا إن شاء الله وإنكوة إلا بالله طيب إحنا عرفنا منين إن الرؤية لو عبرت وقعت استدلوا بآية الآية في سورة يوسف قضي الأمر الذي فيه يستفتيان لما سأل الرجل اللي رأى على رأسه خبز تأكل منه الطير وهو قال له ستصلب فالرجل تنكر من الرؤية فقال له قضي الأمر الذي فيه تستفتيان لأن الرؤية عبرت ولذلك أنا يعني أناشد الناس اللي لما تسمع الرؤية وتقول أصلا يحصل لك كذا وهيجرالك كذا يعني لا تعرف في تفسير الرؤية لا تتكلم ولو بتعرف في تفسير الرؤية وعرفت إن الرؤية دي مثلا تفسيرها سيء لا ما تقولش خيروا لنا وشروا لأعدائنا وخلاص وما نقولش ودايما نعبر الرؤية على أحسن الأوجه طيب التالت بقى الحلم الحلم ده اللي هو إيه؟ الحلم من الشيطان اللي بقولوا عليه ده من الشيطان نعمل إيه؟ لو الإنسان دي يعني سيدنا رسول الله بيقول إن الرؤية دي أن الحلم من الشيطان تأتي للإنسان لتحزنه يعني جايله زي ما أنا بقولك لحضرتك لما واحدة لقيتها كده مرة بتقول أنا شفت حلمه وطول اليوم مش عارفة لعمل أكلي ولا عمل شربي ولا عمل أي حاجة قاعدة طول اليوم مركزة في اللي أنا شفته ده طب فيه كمان حاجة هل ده مرتبط ب واحدة تقولك ده أنا نيمة وأنا متوضية ومصلية فأنا كده تأكيد دي بقى دي حاجة هتحزن بجد فهي فعلا بيلبث عليها الشيطان عشان خطر يعني إيه وزيح هتولي اليوم لا هو إحنا نتطبع هدي رسول الله صلى الله عليه الرسول قال إن الإنسان لو رؤية تحزنه يقوم يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويغير الجنب الذي ينام عليه لو نام على اليمين ينام على الشمال ولا يقص الرؤية محكهاش أهم حاجة ما يحكهاش فالإنسان كده الرؤية لن تؤذيه يعني يحكي الرؤية الصالحة اللي شايفة خير ليه دي ممكن يحكيها عادي يحكيها لحد بيحبه وصالح لأن زي ما احنا قلنا الإنسان في قصة سيدنا يوسف لما قالوا لا تحكي رؤياك لا تحكي رؤياك على إخوتك وقال إن دي كان سبب حقدهم عليه لأنهم عالموا من الرؤية أنه سيسود العالم فحقدوا عليه فلا يقصها إلا لمن يحبه والإنسان صالح حلوة قوي الجزئيتين دولة لأنه الرؤية اللي أنا شايفة فيها خير ليه إن أنا ما حكيهاش ألا للي بيحبني أو أنا عارفة أنه حد شخص أو حد قريب مني بيحبني الرؤية اللي هي اللي ما فيهاش حاجة كويسة ليه أو مش خير ليه ما حكيهاش خالص وما قوليهاش ولا لده ولا لده خلاص بكتمعه طبعا والرؤية الصالحة وما فقط وانساها والرؤية الصالحة علامة على صلاح صاحبه آه يعني سيدنا رسول الله عليه الصلاة والصالح أصدقهم رؤية أصدقهم حديثة يعني كلما الإنسان يكون حديث وصادق في حياته اليومية ويكون موصول بربنا عز وجل تكون رؤياها صالحة ولدلك ولا تتحقق يعني صالحة وتتحقق حق رؤية صادقة يعني تتحقق وفيه ناس يعني فيه ناس كده زي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان يرى الرؤية عند فلك الصبح يعني يشوفوا بالليل يحصل الصبح وفيه ناس كده عندهم الشفافية والشفافية دي بتأتي نرجع بعد موضوعنا الأساسي بتأتي من تتبع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الحديث بقول إيه وماذا لعبدي يتقرب إلي بالنوافلي حتى أكون سمعه الذي يسمع به ووصره الذي يصر به وأذنه الذي يسمع بها وياده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولين أتاني فلاص وصلت المرحلة عالية عالية جدا ولين طلبان ولين استعاذني لأويذان فنرجع تاني أن السنن هي أكتر حاجة بتخلي الإنسان موصول بالله عز وجل الله بصلا على سيدنا عليه الصلاة والسلام هو فعلا الرؤية دي لها بقى كبير ولها يعني بنتكلم فيها كتير جدا ولو تطرق الموضوع يعني نحنا نقعد بقى نحكي فيها نحكي فيها كتير جدا يعني جزيك الله خيرا وربنا يبارك في حضرتك عندنا كنت بتكلم على قيام الليل من قبل ما حضرتك ما تتكلمي أنا باهتم شوية في السنن باهتم بالعبادات شوية يعني بس أنا من بعد كلام حضرتك أبدأ بقى أخذ الجانب التاني واهتم بالعداد اليومية بقى مع السنن زي اللي هي اللي حضرتك كنت هتتكلمي فيها هو احنا عندنا يعني سنن مهجورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلمس عددنا اليومي يعني فيه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم معاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط عليه الصلاة والسلام فإن أحبه أكله وإن كرهه تركه دي سنة مهمة جدا في حياتنا لأن فيه يعني أزواج كثيرين لما الزوجة بتكون تعبنة طول النهار وطبخة وبتحاول تعمل ما في وسعها لكن يعني الأمر ما يسلمش ممكن من الأكل مثلا يكون طعمه ملح قليل ملح قليل ملح قليل ممكن يقلبه وممكن يعني ده أحنا مشان نتكلم بقى اللي بيقلبه ده اللي بيقلبه ده حاجة تانية نتكلم حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليعيب الطعام إحنا أولادنا الأيام دي يا أستاذة فاطمة أولادنا هم اللي بيعملوا الكلام ده بصراحة بحس أنه هم على طول وبيغضبوا يعني وإحنا إحنا مش مربيين صح ولا إيه بصي هقولك حاجة هو برضو إحنا يعني عندنا شيء من الخطأ في تربية أولادنا أنا أسمع أمهات كتير بتشتكي من الموضوع ده هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اخشوشينه فإن النعمة لا تدون يعني لما الإنسان يكون في طرف من المعيشة والعلمة إحنا لو بدأنا نبحث في عيشتنا هتلاقينا إحنا لا إحنا في طرف كتير كتير عن أبائنا وعن أمهاتنا يمكن إحنا منحس أن إحنا في ديء لكن لو هنيجي نقارن بعيشتنا مثلا عيشت أبائنا أو أمهاتنا أو جددنا لا إحنا في طرف رهيب فلما إنسان يكون في عيشة فيها طرف فلازم كل فترة يشد الحزام شوية على أولاده في حاجة حضرتني دلوقتي هقولها الحضرية وتقول لي عليها إن الرسول عليه السلام كان في الشرب شوية مياه سائعين وقال ولا تسألون يوم إذن عن النعيم يعني شوفي شوية مياه سائعين حتى الشرب آه يسأل عنها الإنسان فشوفتي كان يعني هو سبحان الله يعني كان زمان بالنسبة لهم من شوية النعيم اللي هو شوية المياه السائعين يقول إحنا بقى عندنا ما شاء الله دلوقتي حاجات كتير ومرفهين جدا وبنقول إيه إحنا عندنا يعني في بيوت تقريبا اللحوم دي يوميا أو أو موظم أعامل أسبوع وكمان نجي نسمع أقولك إحنا زينا من اللحمة عايزين نغير أشكال ومعرفش إيه فإحنا أولادنا لازم أولا نطلعهم على يعني من حسن إيمان الإنسان أن يضغل إلى من أسفل منه في الدنيا فأنا في طرف من العيش أخلي أولادي يطلعوا أروح مثلا أتصدق على ناس يبقوا معايا يكتشفوا أن فيه ناس لا فيه حال أقل لا والكرسى الأكبر كمان أن فيه ناس أصلا حالتهم المادية ضعيفة وبيحاولوا أنهم ما يحسسوش أولادهم بالحالة المادية دي بيقوا على نفسهم بيقوا على نفسهم وموكم يستلفوا وموكم يدينوا علشان أولادهم ما يحسوش بالضيئة دي وليه أبني ما يحسش باللانة فيه طب إيه أولادنا لما يجوا يغضبوا على الأكل يعني مثلا أنا يعني باخد على فيه أمهات تقولك إيه أنا عاملة أكبر أكتر من صنف طبعا أنت عاملة أكتر من صنف ده ما بيحبش ده ده ما بيحبش ده فأنا عاملاله ده وده ما بيحبش ده فأنا عاملاله ده ده غلط دي تربية غلط بندلع بندلع طبعا وهم بعد كده بيواجهوا الحياة ومهما يعني هتحواطع على ابنك لازم هيواجه صعوبات فلازم أنا أعوده على مواجهة الصعوبات وهو معايا أدهله بقى بجرعات خفيفة وجرعات بسيطة وارفع في قلبه الروح الإيمانية بالسنن البسيطة دي مثلا يعيب الطعام أقوله معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط طب معجبوش الأكل أكل كويس وتمام معجبوش الأكل ما قومش أجري أروح أعمله أكل فيعتد على كده لا هو شوية لو محدش أمه جرى هجوع هيكل كان زمان أهلنا بيعملوا كده أقولك سبيه هيجوع هيكل سبيه هو هيجوع هيكل أحنا الوقت قلبنا ما بيطوعنوش طب تحب يعمله لك طب أنت عايز إيه ده لأسف يعني الطرف الزائد مع الأولاد ده بيطلع شخصيات ضعيفة أو شخصيات ما نقدرش يتواجه الحياة ولذلك إحنا بنجد أن الأولاد اللي هم عاشوا طفولة صعبة أو عاشوا حياة صعبة بيبقوا أنجح من الأولاد اللي هم عاشوا طفولة مطرفة فعلا لاحصتها كتير طبعا لأن الشدة بتصنع الرجال وبيبقوا أنجح وبيبقوا أنجح لأن الشدة بتصنع الرجال أما الطرف لا يصنع رجال حنا ما نقولش إن إحنا نشد على أولادنا ما بنقولش لكن دايما نذكرهم بنعم الله دايما وهو في نعمة نذكرون دي نعمة من الله عز وجل وفي بعض الأوقات يعني أنا مثلا ماشي وابني بيقولي أنا عايز أشتري حاجة مرة حتى لو معاي فلوس أقوله معلش ما فيش فلوس يتعود إن مرة معايا ومرة مش معايا إحنا محتاجين كتير 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 في التربية أوه ده حقيق لو إحنا تتبعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العددنا اليومية فعلا جزئية بسيطة دخلتنا لفعلا الجزء من التربية مفتقدينه فعلا في حياتنا وفعلا يعني لازم ناخد بالنا من دعنا أنا أقولك حديثة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لتربية الأولاد يقول إيه في الحديث ودي سنة مهجورة إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فأمسكوا صبيانكم فإذا ذهب من الليل ساعة فاتركوهم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصر الحتة دي بإيه قال فإن الشيطان ينتشر حين إيه يعني معنى الحديث بيقول لما تيجي قبل المغرب زي ساعة كده دخلوا أولادكم ما تسيبوهمش في الشوارع وبعد ما لاقش هتبدن كده والليل خلاص يستتب خرجوهم تاني ما فيش مشكلة طب الناس سألت يعني إيه السبب هذه قديثونة محدش ياخد باله منها يعني نقول سيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول إيه إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حين إيه فإذا ذهب ساعة من الليل فاتركوه دي سنة مثلا أنا في مكان وأولادي بيلعبه في الشارع مكان مثلا مأمون ومكان مغلق على أولادي أجي قبل المغرب بساعة أدخله الرسول قال فإن الشيطان ينتشر حين إيه طب ده معنى إيه طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطقوا عن الهوى إن هو إلا وحي إحنا حتى لو شفنا في حياتنا اليومية لو شباب مثلا متفقين إن هم يخرجوا مثلا خروجة يعني فيها معصية لله الخروج أي فسحة ما فيش فيها معصية لله مباح لكن لما نيجي نشوف مثلا لو في شباب عايزين بيخططوا الحاجة بتغضي بالله أو بيخططوا الحاجة فيها أزا ده الوقت اللي الناس بتبدأ تلم بعضها للحاجات اللي زي دي فسيدنا رسول الله إدانا السنة الغالية دي أجي ابني أو بنتي الفترة دي يقعد في البيت تعدي الساعة ينزل دي سنة ناس كتير ما تاخدش بالها منها يعني أنا أخد من السنة إن هي سنة مش حاجة أنا بقول كنت بقول في الأول إن هي ما بنتحسبش عليها من عملهاش لا السنة مش حكاية إن حسابه بس السنة مفيدة لنا في صحتنا وفي حياتنا وفي نفسيتنا والأولادنا ولينا وطبعا اللي يسمع الحلقة لازم يبعارف إن الحاجات اللي احنا بقولها دي كلها على وجه الندب يعني مش على وجه الوجوب يعني هم نتكلمش في باب الوجوب هم نتكلم في باب السنة الأفضل لأن احنا نعمل كده ولو تتبعنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ستقينا من حاجات كتير يقول إيه برضو في السنة إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابِ وَاذْكُرُوا إِسْمَا اللَّهِ ده لما ييجي بالليل ده بقيت الحديث بتاعنا يقول لك وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابِ وَاذْكُرُوا إِسْمَا اللَّهِ يعني الدنيا ليلة شوفي بقى دي يعني تعليمات أمن وسلام تعليمات أمن وسلام فالليل جاء نقف الباب واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلق دي تعليمات أمن وسلام احنا كلنا عارفين يقول لك الباب المقفول بيرد القضاء يعني المثل الشعب ده فالباب المقفول فعلا مكم يرد قضاء ويقول إيه هو أنا طبعا للوقت جريب سرعة جدا مع حضرتك أستاذ فاطمة للأسف يعني أنا مبسوطة جدا بالحديث مع حضرتك حقيقي والله ربنا يسعدك يا رب ومستمتعة جدا لدرجة أن الوقت عدى وأنا مش حاسة وأنا ما حسيتش أن الوقت عدى بسرعة إن شاء الله بإذن الله في حلقات قادمة ومع سنن بقى هنكمل السنن في حلقات قادمة إن شاء الله بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته